اشتركوا في القناة مناطق العاصمة حضورنا اليوم الى ملعب مصطفى للديري لحضور افتتاح بطولة الاندية ابطال اندية اوروبا هذه المنطقة وهذا الملعب مشهود له في قامة بطولات الفرق الشعبية بطولات نوعية رغم ما تعرض الى ملعب هذا المنطقة وهذا الشخص الى ضرر هذا الملعب نحن من الداعمين الى حقيقة لانه هو ليس ملعب للامور النفعية بقدر ما هو انتشار للرياضة والرياضيين وبطولات تهتم بعادة بالنوع واستقطاب كثير من الكفاءات والمواهب لذلك اعتقد دائما يكون فعال ويرسل رسالة الى الجميع على ان الرياضة يجب ان لا تكون تتعلق فقط بالجوانب المادية بقدر ما تكون بالجوانب تطوير المهارات دور ابطال الفرق الشعبية في بغداد فيه الكثير مما يضاهي دور ابطال اوروبا فالكأس من منشأ اجنبي اضافة الى التزام الفرق المشاركة بارتداء زي احد الاندية الاوروبية كما تقدم في هذه البطولة جوائز فردية ومبالغ مالية في كل مباراة للاغبين وبجهود شخصية من قبل منظم البطولة مصطفى البديري ليرسم لنا لوحة فنية يحتذا بها من ناحية التنظيم والتنسيق مشكر قالت اكتو الاخبارية لحضورها اليوم وحضورها هو رسالة على انهم مهتمين بامور الشباب والرياضة اتحدث دائما وابدا عن هذه البطولة اللي هي السادسة بنسختها بطولة دوري ابطال اوروبا فعصف ذهني صار على ان كل فريق يغتدي زي احد الاندية الاوروبية وقدرنا نختص بنفس الكرة نفس المدخل في دورة ابطال اوروبا اللي مثل ما تقول هي اصبحت مرجع الى كل من يحب تنظيم البطولات وهي رسالة على انه متى دورينا يرتقي ويكون هدفه سامع على انه يضع من البطولات القوية العالمية هي محطة انظار او محط مثل ما تقول قدوة يحتذا بها الحقيقة اليوم تشرفنا بحضورنا اليوم لبينا الدعوة لاخواننا في منطقة الشعب الاخ كريم ابو سارة في افتتاح بطولة وهذه البطولة طبعا اكثر البطولات اللي تكون بها المناطق الشعبية هي مهمة بالنسبة للكل لانه مهمة للمناطق ومهمة للاعبين للمدربين الممكن ممكن نستفاد من بعض اللاعبين ممكن على الاقل ممكن نخرج بلاعبين ممتازين ممكن نختارهم نحتاجهم بالاندية أو نحتاجهم بالدرجة الاولى أو بالدرجة الممتازة أو حتى بالشباب والناشرين هكذا بطولات ممكن نطور حتى المدربين المدربين اللي هم العاملين بالفرق الشعبية ممكن نستفاد من عددهم حتى يقدرون يدخلون دورات تدريبية ومهمة بالنسبة اننا احنا كريعاظين هي ذات الالوان والاسماء نفسها والكأس نفسه في دور ابطال اوروبا الا انه جاء بنكهة عراقية مجسدة بالفرق الشعبية